عزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل الذي من علينا حتى أكملنا فعاليات هذه الندوة الدولية التي نظمتها كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس بشراكة مع جامعة شيخ أحمد الخديم بطوبة خلال يومين كاملين تخللتهما جملة كبيرة من الأبحاث التي تقدم بها مجموعة من الباحثين من داخل سنغال ومن بلدان مختلفة من بينها غنبيا وقينيا وبينن ونيجيريا وليبيا الحبيبة فهنا نحن اليوم في الجلسة الختامية تتويجا لهذه الجهود الجبارة التي بزلها الباحثون لإنجاح هذه الندوة العلمية المباركة وفقرات هذه الجلسة تتوزع حول النقاط الآتية وهي جملة من الكلمات التي سيلقيها على مسامعنا بعض من الممسنين للأطراف التي نظمت هذه الفعالية وسنبدأ بكلمة المشاركين الباحثين في هذه الندوة وسيلقيها على مسامعنا الدكتور عبدالقادر سلة ثم تليها كلمة منسق جامعة شيخ أحمد الخديم سلقيها كلمة المشاركين الباحثين في ترابلس ثم الكلمة الثالثة هي كلمة الدكتور أبو بكر محمد أبو زوير عميد كلية الدعوة الإسلامية في ترابلس ثم الكلمة الرابعة هي كلمة الشيخ أحمد بدبين بكي رئيس مجمعي شيخ أحمد الخديم في طوبة ونختم هذه الكلمات بكلمة الدكتور خالد ميلاد العوت التي تتمثل في البيان الختامي الذي يحمل جملة من التوصيات التي ستسري إن شاء الله ربي مستقبل هذه البحوث التي تم عرضها خلال هذه الندوة العلمية إذن سنبدأ بكلمة المشاركين التي يلقها على مسامعنا الدكتور عبدالقادر سلة فليتفضل مشكورا في هذه المنسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الرواق العلمي في هذه الليلة أو في هذه الأمسية المباركة السعادة رئيس مجمع الشيخ أحمد خديم الإسلامية الجامعة الخديم الإسلامية سعادة رئيس الوفد الليبي إخواننا الأفاضل المشاركين في هذه الندوة العلمية الدولية ضيوفنا الأفاضل الأكارب إخواننا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندوة علمية بعنوان جهود علماء الغرب الإسلامي جهود علماء الغرب الإسلامي في خدمة التراث الإسلامي ندوة علمية نجيرة فائقة قام بتنظيمها كل من كلية الدعوة الإسلامية العالمية بقرابس ليبيا وجامعة الخديم وجامعة الخديم الشيخ الخديم الإسلامية بطوبة المحروسة نرفع آيات الشكر عصالة مني ونيابة عن إخواني المشاركين نرفع إليكم أسمى آيات التقدير والعرفان بهذه الندوة العلمية الفريدة إنها ندوة نقولها بكل صراحة ندوة ناجحة من الطراز الأول في جمع كوكبة لنا العلماء من الأكابر والأفاضل والدكاتر من أساطين الفكر وأرباب البلاغ وأرباب اليراء وفرسان البلاغ وأركان الفصاحة والنصعة الذين طرحوا بحوثهم النيرة على معدة من العلم بما دبجوا بأقلامهم من ذلك من خدمة أولئك المشائخ والأجداد الذين دبجوا بأقلامهم تلك الأعمال النبيلة ومن المسائل اللغوية ومن المسائل الدينية والفقهية والأقدية وغيرها مما جعلتنا خلال هذين اليومين نرتشف الضرب الشاف والصاف من الينابي الصرة التي تركها هؤلاء من الآثار الإسلامية واللغوية وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم نسأل الله سبحانه وتعالى ونرفع كف الضراعة أن تكتب تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أترضاها بقلب سليم فهذه الأوراق الذين قاموا بكتابتها إنما جاءوا من بلدان شتى لتنوير المائدة العلمية في هذه الأوراق أيام المباركة من كل من ليبيا ومن نيجيريا ومن غينيا ومن بنين ومن جامبيا ومن سنغال ومن غينيا كوناكي فإننا نحن المشاركين نرفع أسمى آيات التقدير والعرفان للمؤسستين التي تعاونتا في تنظيم هذه الندوة وكذلك للجنة المنظمة لهذه الندوة بما تلقينا من حفاوة التكريم وحسن الاستقبال وجسامة التكريم فنقول لهم بلسان حالنا وما قالنا سلام عليكم أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم ونقول أيضا ولكم سلام ولكم منا سلام من الفؤدي كماء الغيف يسقي كل ودي سلام لو رآه الناس يزهو لمد نحوه كل الأيدي ونسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمتي على أتم على نبينا محمد عليه أتم الصلاة وحفظ وأزكى السلام من الله سبحانه وتعالى وعلى آله وإخوانه أجمعين ونسأل الله لنا ولجميع المشاركين كل التوفيق والسداد وكذلك للمنظمين وللمؤسسات الراعية لهذا التنظيم الرائع بنسأل الله لهم ولنا التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لكم فضلة الدكتور عبدالقاضر سلة الذي كان يتكلم باسم المشاركين جميعا وشكرا لكم على هذه الكلمات النبيلة وهذه الكلمات التي ملؤها البلاغة والفصاحة والأنا نعطي الكلمات لأستاذنا الدكتور профессور مورفي وهو منسيق جامعة الشيخ أحمد الخديم فليتفضل مشكورة بسم الله شكرا لكم م. م. le vice doyen de la faculté de la paix islamique mondiale م. le co-président du comité scientifique et de l'organisation du colloque M. les membres du colloque chers communicants chers publics illustres invités nous voici presque au terme de ce colloque et comme on le dit un colloque avant son déroulement est un contrat scientifique un contrat scientifique décliné à travers des TDR à travers des objectifs clairs et après son déroulement on peut effectivement avoir des éléments pour apprécier mais de par les éléments que nous avons nous pouvons dire que le contrat scientifique du colloque a été respecté parce qu'il a été déroulé intégralement les communications sont passées comme attendues et apparemment ça a intéressé tout le monde sur un plan scientifique et sur un plan aussi social en jugé par les différentes réactions du public à la suite des communications des communicants le contrat aussi scientifique a été respecté en ce qui concerne le volet international ce colloque a été effectivement un colloque international parce que il y a beaucoup de pays qui ont participé du moins tous les pays annoncés ont effectivement pris part au colloque on peut bien sûr citer la Libye le Sénégal la Gambie le Maroc la Moïtani la Guinée le Nigeria le Bénin ça a été aussi un espace de collaboration interuniversitaire parce que déjà nous autres viennent d'universités mais sur le plan national il y a aussi des universités qui ont pris part à ce colloque on peut citer parmi ces universités l'université Cheikh Ante Diop de Dakar on a aussi une double présence de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar parce que l'IFAN à travers le directeur Jim Dramé est aussi présent dans ce colloque voilà donc pour dire que ça a été vraiment un respect par rapport à ce qui était annoncé dans l'intérieur et aussi nous pouvons signaler à l'attention aussi du président du complexe Chambourou Khadim que l'état a manqué de sa présence ce colloque il a reçu de sa présence ce colloque parce que durant le colloque notamment au cours de la séance d'ouverture le ministère de l'enseignement spécialiste de l'innovation s'est fait représenter par son chef de cabinet il y a aussi le ministère de la sécurité publique qui a envoyé un représentant et aussi bien sûr l'état était présent à travers le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe ce qu'on peut dire avant de finir c'est que j'ai vu passer les attestations c'est une excellente chose parce que c'est la pratique quand les gens font des communications dans des colloques il faut symboliser ça par des les attestations qui leur seront aussi utiles en souvenir mais aussi même sur le plan scientifique parce que c'est des éléments très importants de plus en plus intégrés dans les CV peut-être finir par un souhait le souhait est que ce colloque fasse l'objet en fait d'actes de colloque il faut que les communications soient réunies dans les actes du colloque parce que ça aussi c'est très important par rapport à la traçabilité parce qu'il y a des colloques très intéressants mais dès que ça finisse il n'y a pas d'actes c'est pas c'est pas vraiment recommandé c'est pourquoi nous recommandons à ce que les actes du colloque fassent l'objet d'une publication aussi bien en langue arabe qu'en langue française française plutôt pour nous permettre nous autres d'accéder vraiment à la quintessence des communications et peut-être marquer notre optimism par rapport à la mise en oeuvre de cette convention de coopération qui nous lie avec la faculté de la puce de la vie mondiale ça nous rend vraiment optimistes parce que tel que ça se passe ça correspond vraiment à nos attentes et notre souhait est que ça continue dans ce sens là dans l'intérêt des deux établissements donc nous vous remercions de votre bien-même attention à travers ce colloque et aussi à travers mon discours Shukran laka Akshen Shukran lakoum Professeur Mour Shukran lakoum ala hazil kalima al wajiza wal mali'a bil fawait Shukran lakoum incha'Allah وتناول في كلمته التحية وشكر لممثل الأطراف المنظمة لهذه الندوة من طرف المجمع شامد الخديم وكذلك من طرف كل تدعوة الإسلامية كما أنه في كلمته شكر جميع المشاركين والباحثين الذين حضروا والذين حضروا مع تقديم أوراق بحصية كما أنه في كلمته بيّن بأن مثل هذه الندوات عبارة عن عقد العلمي الذي لاحظ بأن هذه الأطراف التي نظمت هذه الندوة احترمت هذا العقد حتى وجدت هذه الندوة نجاحا باهرا وكذلك في كلمته اختتم كلمته بأبنياته التي تتمثل في أنه ينوي أن يكون هناك متابعة لهذه الندوة المتابعة للبحوص التي نتجت من هذه الندوة من حيث نشرها في المجلات العلمية المحكمة وكذلك ترجمتها إلى اللغات الحية الأخرى مثل الفرنسية والإنجليزية كما أنه ينوي أن تستمر هذه الشراكة بين هذه الجامعة وجامعة شيخ أحمد الخديم لأن استمرارية هذه الشراكة لا تنتج إلا فوائد علمية تعوم جميع المسلمين والمستغلين بالفكر والثقافة كما أن في هذه الكلمة شكر جميع السلطات الدولية التي شاركت في هذه الفعالية بما فيها وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الأمن الداخلي وكذلك وزارة الشؤون الدينية التي يرأسها أستاذنا الدكتور جيم درامي الذي هو حضر معنا في هذه الندوة خلال اليومين إذن هذا هو خلاصة كلامه فجزاه الله عنا كل الخير والآن نعطي الكلمة للدكتور أبو بكر محمد أبي سوير وهو عميد كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في ختام هذه الندوة المعنونة بجهود علماء الغرب الإسلامي في خدمة التراث الإسلامي وما حققته من نجاح ونجاح وذلك يومي الأربعاء والخميس حيث تنوعت المشاركات من كل أقطار المغرب الإسلامي من المملكة المغربية ومورثانيا وجمهورية بنين والسنغال ومالي وغينيا وقنبيا ونجيريا وليبيا نشكرهم على حرصهم وحضورهم ومشاركاتهم الفاعلة الهادفة والمتنوعة وفي الختام أجدد شكري وامتناني للمجمع الشيخ أحمد الخديم بطوبة ورئيس جامعة الشيخ أحمد الخديم وأيضاً جمهورية السنغال رئاسة وحكومة وشعباً ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أترحم على شهدائنا الغزة العزة نسأل الله أن يرحم شهدائهم ويتقبلهم في العليين ونسأل الله أن يشفي جرحاهم ويداوي مرضاهم ونسأل الله أن يرد فقيدهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكراً لكم سيد العميد على هذه الكلمة الوجيزة فجزاكم الله عنا كل الخير إذن الآن نعطي الكلمة للدكتور خالد ميلاد العود وهو الذي يقرأ على مسامعنا البيان نسيت يعني فيه قفصة وقبل هذا نستسمي إن شاء الله نعطي الكلمة لرئيس المجمع مولانا أشياء أحمد بدبي مكي اللي يلقي كلمته إن شاء الله فليتفدى المشكورة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد معالي وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور عبد الرحمن جوف حضرت الأستاذ الدكتور أبو بكر محمد أبو سوغير عميد كلية الدعوة الإسلامية بترابلس حضرت البروفيسور مرفي منسيخ جامعة شاء الله ورئيس مجلسي الأكاديمي حضرت الأستاذ الدكتور علي عبد السلام كامور وكيل كلية الدعوة الإسلامية بترابلس السيد الدكتور عبد الأحد لو عميد كلية الدراسة الإسلامية والعربية بلجنة العلمية لهذه الندوة السيد الدكتور جيم محمد درامي مدير مكتب رئيس الجمهورية السنغالية لشؤون الإسلامية وخريجي جامعة الإسلامية والعربية السادة المشاركون ضيوفنا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة اسمعوا لي في البداية أن أرفع أسماء آيات الشكر وتقدير إلى كلية الدعوة الإسلامية العريقة لكونها من أوائل المؤسسات التي وقفت بجانب جامعتنا ومدت إلينا يد التعاون والشراكة وبدأت فورا في ترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس وقبلت في إطار هذه الشراكة عددا من مدرسي جامعتنا لتسجيل فيها من أجل الحسول على الدكتوراه ويأتي تنظيم هذه الندوة أيضا لتجسيد هذه الشراكة الأمر الذي يدل على جدية كلية الدعوة في توثيق علاقة تعاون أيها السادة لا يخفى على كريم علمكم أن الشراكة مجال مهم في فضاء تعلم العالي والبحث العلمي في هذا العصر الذي يشهد تطورات علمية سريعة ولذلك تولي جامعتنا الفتية أهمية قصوى وتسعى لتوسيعها وتنويعها وتوطيدها وخاصة مع المؤسسات التي تربطنا بها علاقات تارقية وثقافية خديمة وتشاركنا الاهتمامات وتوجهات في مثل كلية الدعوة الإسلامية ولا أختتم هذه الكلمة دون تخصيص شكر جزيل لمعالي الوزير الدكتور عبد الرحمن جوف لاهتمامه البالغ بالنهوض بتعلم العالي بأمر من السيد رئيس الجمهورية السيد بشير جمايفي وسيد الوزير الأول السيد عثمان سونكو الوزير التعلم العالي والبحث العلمي والابتكار في سينغال ويدل حضره هذا على خلوص نيته في الاعتناء بمؤسسات التعلم العالي وبشكل خاص جامعة الشاحمد الخديم التي زارها هو السيد الوزير زارها قبل توليه هذا المنصب كما زارها مرة أخرى بعد توليه هذا المنصب بأمر وبتوجيه من سعادة رئيس الجمهورية السيد بشير جماي وبأمر أيضا من سيد رئيس الوزراء وأخيرا أحيي جهود علماء الباحثين الذين جاءوا من مختلف مناطق السينغال ومن خارجها للمشاركة في هذا اللقاء المهم بالنسبة لبلدنا وللمنطقة عموما لأن هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة لأهمية جهود علمائنا وانتاجاتهم في خدمة التراث الإسلامي في الوقت الذي يحتاج فيه العالم الإسلامي إلى الإطلاع على هذه الجهود والاستفادة منها لمواجهة تحدياته المتعددة نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يبارك في أعمالنا ويكلل هذه الندوة بالنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكم الشيخ أحمد بدوي مبكي رئيس مجمع الشيخ أحمد الخديم جزاكم الله وعنا خير والآن نعطي الكلمة لدكتور خالد ميلاد العود الذي سيلقي على مسامعنا البيان الختامي لهذه الندوة العلمية المباركة بإذن الله فليتفد المشكور على المنصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيان الختامي للندوة العلمية جهود علماء الغرب الإسلامي في خدمة الترات الإسلامي الحمد لله الذي تتم به الصالحات وتتحقق المقاصد والغايات في ختام هذه الندوة العلمية الدولية المتميزة التي نظمت بالتعاون بين كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليبيا وجامعة الشيخ أحمد الخديم بطوبة السنغال في يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر سبتمبر سنة الفين وأربع وعشرين والتي تشرفت بمشاركة علمية لنحو ثلاثين باحثا ومتحدثا من عدة جنسيات وحضيت بخضور متميز من الباحثين والمهتمين بثرات الغرب الإفريقي في ختام هذه الندوة وبناء على ما عرض في فعالياتها من بحوث فقد توصلت إلى جملة من التوصيات من أهمها أولا إجزاء الشكر لجميع المشاركين في الندوة بأبحاثهم وتجاربهم واقتراحاتهم وللحاضرين الذين أتروا جلاسات الندوة بحواراتهم الجادة ثانيا إصداء الشكر إلى كل المسؤولين والجهات الرسمية في دولتي السنغال وليبيا على تعاونهم وتيسيرهم سبل انعقاد الندوة ثالثا الإشادة بمن أسهم في إقامة الندوة وإنجاح أعمالها إعدادا وتجهيزا وتنظيما وتنفيذا رابعا محاولة إيجاد مشروع بحث بين المؤسسات العلمية والأكاديمية حول مراحل انتشار الإسلام في الغرب الإسلامي وخصائصها خامسا إتباع هذه الندوة بسلسلة من الندوات المشتركة بين المؤسستين المنظمتين لها مرة كل سنة سادسا دعوة المؤسسات والمنظمات المعنية بخدمة التراث الإسلامي إلى المشاركة في هذه الندوات والتوسع في أمكنة انعقادها لتشمل عددا من أقطار الغرب الإسلامي على أرض الواقع أو عبر وسائل التواصل التقني بحسب الظروف المتاحة سابعا توسيع مجالات التعاون وآفاقه بين المؤسستين من خلال تبادل الأساتذة وإقامة المحاضرات والبرامج العلمية المشتركة وكذلك تبادل الرحلات العلمية بين الطلاب وتبادل الكتب والمطبوعات ثامنا دعوة الباحثين إلى محاولة الوقوف على الدواوين الشعرية والمؤلفات العلمية المخطوطة لتحقيقها ودراستها ونشرها لتكون في متناول الباحثين تاسعا إنشاء مجمع أو مركز لغوي يُعنى بدراسة الجهود المبدولة وتحقيق الكتب المؤلفة في خدمة اللغة العربية وعلومها داخل السنغال تعليما وتأليفا بالتعاون مع إحدى الدول العربية الرائدة في هذا المجال عاشرا تنظيم ندوة علمية حول جهود الشيخ الخديم في خدمة العلوم الشرعية واللغوية حادي عشر إعداد مشروع لجمع التراث الإسلامي لدول الغرب الإسلامي وتوجيه الفاعلين والأكاديميين إلى تبني سياسات تستهدف العناية بهذا التراث وترجمته ونشره ثاني عشر الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد التيارات الاستشراقية والمداهب الإلحادية رابع أو ثالث عشر إلاء عناية أكاديمية بحركة التأليف في التراث الإسلامي المدوم باللغات الإفريقية المحلية بوصفه من أهم الوسائل المثالية لنشر القيم الإسلامية والتنكين لها في المجتمعات الإفريقية رابع عشر الاستفادة من الدراسات الأكاديمية وهي مجموعة من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي يتعلق كثير منها بالبحث في التراث الإفريقي وأعلامه طبعا هذه استفادة من تجارب كلية الدعوة الإسلامية في هذا المجال وكذلك تجاربها في إقامة عدة ندوات للتواصل التقافي بين أقطار الغرب الإفريقي وقد جمعت أعمال هذه الندوات وطبعت في مجلد ضخم بعناية الكلية خامس عشر العمل على نشر أعمال الندوة إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وطباعتها في نسخة خاصة بمجلة كلية الدعوة الإسلامية انتهت الندوة مساء الخميس السادس والعشرين بالسنتبر سنة أربع وعشرين بذاكار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور خالد ميلاد العود جزاكم الله عنا خير والآن نعطي الكلمة لأسازنا الدكتور سانبوسو ليعطي لنا خلاصة ما قام به الدكتور خالد ميلاد باللغة المحلية فليتفد المشكورة تقريبا وَسَيُّرَيَا الْحَدِمُ مُلَاخْفَ او خُلاصًا بَيَانُ الْخِتَامِ بِالْوَادِ اشتركوا في القناة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نحيط سماحتكم علما بأن هذه ترجمة إلى اللغة الولفية بأن هناك آلاف من الناس يشاهدوننا عبر وصائد التواصل الاجتماعي وأغلبهم يفهمون اللغة العربية بأن هناك آلاف من الناس يشاهدوننا عبر وصائد التواصل الاجتماعي بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للقناة المصير يسعر في الطعام النجوم يسعر محمد أثناء الأشياء شركتبه يوجد أن يتغطي قسم الحديث على الجامع الفيديوين الحديث يقولون أنه يسمى جزء وأن يؤذى وما يُخفت من الناس وأن تكون محركة على حالة الدين وأن تكون محركة على مجال أن يكون محركة محركة ولكن نجد تهترون بشكل محركة فهذا يُنطلون يومك في نجمال من أجل، نجمال من السنغال وما يُخفت من أن يكون هناك ترجمة نانسي قنقر و في نهاية واحدة كيف يتحبون جدًا فرقنا نتجاري لأنه يحبون جدا وفي هذه المادي لكن في هذه المطقة فرقنا نتجاري فرقنا نجول أن تجنب فرقنا ويمها لأنها لإمكاننا كيفية من الأ مسؤولية من أجل من المساطين من المساطين الوصول بجل من أجل اللحظة حتى إعادة هذا المساطين من أجل اللحظة لكم أجل الغدرة لأنهم أخذون فنحن نعيج خادم من أجل الغداء من أجل الغداء وإخوة السفر من أجل الغداء نعم سؤالييننا ، قبل أنه في هذا أين يظون ما في إيعة borders أين يظون إحدى إقصار الإسلام فارد من المغزنين 그리고 تسارو إن声 الاسلام ما يعرفون ما عندنا يعلم سهم إس Aha! ي فرصنا далеко في مضايشة ويقبوا بشكل مرحبا فكرة وفكرة وفكرة المنزل يتعلم عنه وفكرة ولكن من أنه أنت ليس من جميع حيث وحيث أنك تتعلم عن خلال الأفريق خلال الأسلام ومخلال الأسلام كما يمكن أن يكون النظرية في أفريكي و أن يكون النظر أحسن بالتعالي كما يمكن أن يكون النظر الصعوبية أرمين ترجمة نخالفة كان هذا المترجم الى اسمه المستشفى الإنتبار لشيء غضب وإنهاتنا نعرف في القناة وإنهاتنا نعرف وإنها في الطبيل وإنهاتنا نعلم وإنهاتنا نعلم فهذا يستطيع صحاءب والناسين ويقاف المحاولة ليكون بالأسفل معتي لشعور أيها الأسفل معه أن يصبح مرحلة و معي ويوجد نفع كل الصحيح نحن نفع كل الصحيح يشعر وإليس سعين يشعر وووش يشعر وضع عندما يتبرع الناتجزاء أن يكون هناك يقولون يقولوني ما يقولوني من القرآن يقولوني في سنة ولمستحفاني ويقولوني كل الأمم كل الأممتحفان الوحيد من العبور لكنها أخصدتها أخصايا أن تصنعوني من أجمعتها أو عنه هناك في حياتك أو أجمعتها عندما تصنعوني وعبارة ندارة هي أن من المتحدثين في الفيديون العابي المتحدثين على المدارة الجديدة الذي أعرف الأصدقاء لأنها في بعض ما في الم Pangl 크� Share ونسبة السنغال، فطبع多ية من المال وفي طالبًا الغاية لتصبح يجب أنها ندارة أصدقاء اشتركوا في المنخ BLACK. لقد تم إعادة. لكن هذه هي السؤال على الان المتحدث في دستان المتحدث فيذ هذا المداد والفضل من المتحدث في انهم يشاركيين و انهم يساركيين جدا أنه يمكننا أن تتعلم بذلك أن تتعلم بذلك بعد ذلك تتعلم بذلك في حول التواجب المتحدث في الواقع سوف يتحدث في نفس الأن فهم نقوم بشكل يمكنهم عمل وأكppo إنه P سوف يجب عليه فهذه الأشياء الإسلام من الفريق سوف يجب الأشياء vídeo من المستقبل هو في جديده من المستقبل، و من التحرك من أوليك أن يتعطي أحسن من المشاركة اليوم ف인지 أعرف أنهم يمتلك منذ كبيرًا ويقال إمعادة طفاعدة إلى الديون من التعليقات السديلة فسوف أعرف أنهم يمتلك ويمكنهم في السلطة ويقال أعرف أنهم فيناق decorative ويقال أعرف أنهم يمتلك في أحيان الأموان فاديوه في سيارة وطلقها في تبرك وطلق الأكبر ولكن يبدو فقط في الشباب ينفق مع الإسلام ويجب أن تكون نفسك إنها نفسك ما ينبغل كل هذه المناطقات من خلال إسلام عندما يلقى العربية في المناطقية لا يمكنك دولنا كل الإسلام ما يطالب كل المسخدمات ومن السبب التي يتبع المستخدمة طبيب كل المناطقات من خلال الإسلام وإنكتظمنا لي ترحمك في نهاية اللحظة إنه أصدقاء من الأفريق إنه أصدقاء من الأفريق أن يتعلموني الإسلام يتقابل على الإسلام ، وهذا يجب أن نعلم تلك المحافظة على الأبوة ويصلك تتعلم ويصلك على أن نتعلم أنه يتعلم تلك المساعدة التي تتعلم فيها سؤالي معي أنه رائعي في الروحهات أنه مجددا ويقومًا. آخر مدير مدير به في المعروف إلى المنطقة أيضا ويقومًا. ترجمة نانسي قنقر